حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن أبن عمر قال وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر تعني النبي صلى الله عليه وسلم وينادي المنادي بالصلاة قال أيوب أراه قال خفيفتين حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن أبن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال أني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج حثنا سريج وعفان ويونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن أبن عمر أنه رأى أبن صائد في سكة من سكك المدينة فسبه ابن عمر ووقع فيه فانتفخ حتى سد الطريقة فضربه ابن عمر بعصا كانت معه حتى كسرها عليه فقالت له حفصة ما شأنك وشأنه ما يولعك به أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها قال عفان عند غضبة يغضبها وقال يونس في حديثه ما توالعك به حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبن عوين عن نافع عن أبن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين فأما مرة فلقيته ومعه بعض أصحابه فقلت لبعضهم نشدتكم بالله إن سألتكم عن شيء لتصدقني قالوا نعم قال قلت أتحدثوني أنه هو قالوا لا قلت كذبتم والله لقد حدثني بعضكم وهو يومئذ أقلكم مالا وولدا أنه لا يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا وهو اليوم كذلك قال فحدثنا ثم فارقته ثم لقيته مرة أخرى وقد تغيرت عينه فقلت ما تفعلت عينك ما أرى قال لا أدري قلت ما تدري وهي في رأسك فقال ما تريد مني يا أبن عمر إن شاء الله تعالى تعالى أن يخلقه من عصاك هذه خلقه وأن خرك أشد نخير حمار سمعته قط فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت فدخل على أخته حفصة فأخبرها فقالت ما تريد منه أما علمت أنه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أول خروجه على الناس من غضبة يغضبها حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن أبن عوين عن نافع عن أبن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين فذكر الحديث إلا أنه قال فدخلت على حفصة أم المؤمنين فأخبرتها قالت ما أردت إليه أما علمت أنه قال إن أول خروجه على الناس غضبة يغضبها حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن أبن عوين عن نافع عن أبن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين فأما مرة فلقيته ومعه أصحابه فذكر الحديث قال وانخرك أشد نخير حمار سمعته قال فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى أن كثرت وأما أنا فلم أشعر بذلك فدخلت على أخت حفصة أم المؤمنين فأخبرتها بذلك فقالت وما أردت إليه أما علمت أنه قال إن أول خروجه على الناس لغضبة يغضبها قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بالصبح وبادى الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطبي في سنة ثماء ومائتين قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الكريم يعني الجزري عن نافع عن أبن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن أبن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين خفيفتين إذا بدأ الفجر حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن أبن عمر عن حفصة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مالك لم تحل من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحره حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيدي بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن أبن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين حثنا هشام بن سعيد يعني الطلقاني حدثنا معاوية بن سلامين قال سمعت يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا نافع أن أبن عمر أخبره أن حفصة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح حثنا كثير بن هشامين قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان حدثنا نافع عن أبن عمر أن حفصة أخبرته قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحل في حجته التي حج وقال كثير بن مرة أن أبن عمر أخبره حثنا أبو اليمان حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة قال قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلل نعام حجة الوداع فقالت له فلانة فما يمنعك أن تحل فقال أني لبت رأسي وقلت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي حثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة ابنت عمر قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللنا بعمرة قلنا فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا قال إني قد أهديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي وقال يعقوب في كتاب الحج أنحر هديتي حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني عن الرجعتين بعد الفجر قبل الصبح نافع عن أبن عمر عن حفصة ابنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل لركعتين الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا قال نافع وكان عبد الله يخففهما كذلك حثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زيد يعني ابن جبير قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب فقال حدثتني أحدى النسوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل الحدي والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب حثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانا عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية قالت فقلت أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واريدها قال فسامعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا حنى عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد عن المطالب ابن أبي وداعة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعمين أو بعمين فكان يصلي في صبحته جالسا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري وعبد الرزاقي أخبران معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد عن المطالب ابن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي في صبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعمين فكان يصلي جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شيهاب وأخبرني عطاء بن يزيد أن المطالب ابن أبي وداعة أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي جالسا حتى كان قبل وفاته بعمين أو عامين حدثنا سفيان بن عيينة عن أميتا بن صفوان يعني ابن عبد الله بن صفوان عن جده عن حفصة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يا أم أن هذا البيت جيش يخزونه حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فلا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل كذو الله ما كذبت على حفصة ولكذبت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينال من وجه بعض نسائه وهو صائم حثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور عن مسلمين عن شتير بن شكل عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسلمين عن شتير بن شكل عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدري عن أبي بكر بن سليمان عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها شفاء ترقي من النملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة حثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا سفيان عن محمد بن المنكدري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء كانت ترقي من النملة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة حثنا يزيد بن هارون قال أخبران نافع بن عمر وهو الجمحي عن أبن أبي مليكة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها إلا حفصة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تطيقونها قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تعني الترتيلة حثنا يزيد بن هارون قال أخبران يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية حفصة ابنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة ابنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن صفية ابنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة ابنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا قاق رأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أو حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حان يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن نافع أن صفية ابنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيامين إلا على زوجها حثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع أن صفية ابنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عن هما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها حثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبن شيهاب عن سالمين عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له حثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي وهو ختن سلمة الأبرش قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن موسى عن عبد الله بن صفوان عن حفصة ابنت عمر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي جيش من قبل المشرق يريدون رجلا من أهل مكة حتى إذا كانوا بالبيداء خسفة بهم فرجع من كان أمامهم لينظر ما فعل القوم فيصيبهم مثل ما أصابهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان منهم مستكرها قال يصيبهم كلهم ذلك ثم يبعث الله كل إمر إن علنيته حدثنا هاشم بن القاصم حدثنا أبو إسحاق الأشجعي الكوفي قال حدثنا عمر بن قيس الملائي عن الحر بن الصياحي عن هنيدة بن خالد الفزاعي عن حفصة قالت أربعون لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم المصيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيامين من كل شهر والرجعتين قبل الغدات حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيامين من كل شهر يوم هالاثنين ويوم الخميس ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن المسيب عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا أخذ مطجعه وضع يده لأن تحت خده الأيمن وكانت يمينه لطعمه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك وكان يصوم الثنين والخميسة حسنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن سواء الخزاعي عن حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا أوى إلى فراشه وضع يده لأن تحت خده وقال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا حدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم ابن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيامين من كل شهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعات الأخرى حنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم ابن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه الطجع على يده اليمنى ثم قال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه ويجعل شماله لما سوى ذلك وكان يصوم ثلاثة أيامين من كل شهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعات الأخرى حثنا عبد الصمد حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا عاصم عن معبدي بن خالد عن سواء الخزاعي عن حفصة ابنة عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكانت يده اليمنى لطعمه وشرابه وكانت يده اليسرى لسائر حاجته حثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبراني أبو خالد عن عبد الله بن أبي سعيد المزني قال حدثتني حفصة ابنة عمر بن الخطاب قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين قد وضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على هيئته ثم عمر بمثل هذه القصة ثم علي ثم نس من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عثمان فاستأذن فأذن له فأخذ ثوبه فتاج الله له فتحدثوا ثم خرجوا قلت يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعلي وصائر أصحابك وأنت على هيئتك فلما جاء عثمان تاجلالت بثوبك فقال ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة حثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن أبي اليعفور عن عبد الله بن أبي سعيد المزني عن حفصة بنت عمر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فوضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عمر يستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته وجاء ناس من أصحابه فأذن لهم وجاء علي يستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عثمان فاستأذن فتاجلال ثوبه ثم أذن له فتحدثوا ساعة ثم خرجوا فقلت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر وعمر وعلي وناس من أصحابك وأنت على هيئتك هيئتك لم تتحرك فلما دخل عثمان تاجلال تثوبك فقال ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا الحر بن الصياحي عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعاذ الحجة ويوم عشراء وثلاثة أيامين من كل شهر أولى اثنين من الشهر وخميسين حثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل وعفان قالوا حدثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه قال أخبران أنس بن سيرين عن أبي مجلز عن حفصة أن عطارد بن حاجب قدم معه ثوب ديباج كساه إياه كسر فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال إنما يلبسه من لا خلاق له حسنا وكيع عن نفع ابن عمر وأبو عامر حدثان نافع عن أبن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عامر قال نافع أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تستطيعونها قال فقيلة لها أخبرين بها قال فقرأت قراءة ترسلت فيها قال أبو عامر قال نافع فحك لنا أبن أبي مليكة الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمة الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين